موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إليم الدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدنا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم علماء منسيون سنتحدث عن عالم من علماء الجزاء المنسيين عن رائد من رواد النهضة الإصلاحية في الجزاء ترك تاريخا حافلا كان طرقيا ثم صرى بعد ذلك رائدا من رواد النهضة الإصلاحية في مدينة الوادي وعضوا في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين هو الشيخ عبد العزيز الشريف انتقل جده الأول إلى الجريد بالجنوب التونسي واستقر في مدينة نفطة جده الأول يقال له إبراهيم ثم بعد ذلك رجع ابنه محمد الهاشمي وهو والد الشيخ عبد العزيز الشريف رحمه الله فدرس في الزاوية القادرية مدينة سنة 15 و 300 ألف للهجرة الذي كان يوافق سنة 98 و 800 ألف للميلاد بقرية البيابة بولاية الوادي فالشيخ محمد الهاشمي رجع إلى قرية البيابة بالوادي وأسس الزاوية القادرية التي درس فيها الشيخ عبد العزيز الشريف فحافظ القرآن الكريم في سن مبكرة ودرس كذلك العلوم الشرعية واللغوية في زاوية والده رحمه الله ثم بعد ذلك انتقل إلى جامع الزيتون رغبة في الزيادة وتحصيل العلوم المختلفة فمكت يدرس فيها حتى حصل على شهادة التطوير انتقل إلى جامع الزيتون سنة 13 و 900 ألف للميلاد الذي يوافق سنة 31 و 300 ألف للهجرة ثم بعد ذلك رجع إلى مدينة الوادي سنة 23 و 900 ألف للميلاد الذي كان يوافق سنة 42 و 300 ألف للهجرة فتولى مشيخة الزاوية القادرية بعد وفاة والده رحمه الله وبعد وفاة أخيه عبد الرزاق فكان يدرس العلوم الشرعية واللغوية في هذه الزاوية وكذلك كان يدرس في ملحقاتها في سكيكدا وفي بسكرة وفي العاصمة وفي الأغواط وفي غيرها فكانت له منزلة علمية رفية ثم بعد ذلك رحل إلى الحجاز لأداء مناسك الحج سنة 36 و 900 ألف للميلاد الذي كان يوافق سنة 54 و 300 ألف للهجرة وكانت له رحلة إلى المشرقي دامت سنة كاملة فالتقى ببعض المصلحين في العالم الإسلامي وتأثر بالفكر الإصلاحي وتأثر كذلك بفكر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي كانت تأسست من قبل وكان ينظر إلى أحوال المسلمين التي كانت في حال غليان ويفكر في الطريقة التي يمكن من خلالها إصلاح الأوضاع في العالم الإسلامي فحينما رجع إلى مدينة الوادي أرسل رسالة إلى العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله يعلمه بأنه معجب بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ويرغب في الانخراط فيها فأرسل له الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله يعلمه بأن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قد فتحت أبوابها لكل المسلمين خاصة لأمثاله من العلماء وفي سنة 37 و 900 ألف للميلاد الذي كان يوافق سنة 56 و 300 ألف للهجرة حضر كذلك الاجتماع العام لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعين عضوا في المجلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بإجماع العلماء وطلب العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله من الشيخ الطيب العقبي رحمه الله أن يقدمه لعلماء الجمعية فقال الشيخ الطيب العقبي هذا الشيخ عبد العزيز بن الهاشمي كان طرقيا والآن صار جنديا من جنود الإصلاح وعضوا من أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ثم تكلم الشيخ عبد العزيز الشريف رحمه الله وأبدى تأسفه لأنه تأخر في الالتحاق بركاب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وذكر بأنه سيبذل قصار جهده من أجل الإصلاح والدعوة إلى الله تبارك وتلالى ونشر العلم وكان قد أعان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بـ 25 ألف فرنك وهو مبلغ هام في تلك المرحلة ورتب زيارة للعلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله التي كانت في شهر ديسمبر من سنة 37 و900 ألف للميلاد الذي كان يوافق شارع شوال من سنة 56 و300 ألف للهزرة فتحدث العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله ونوها بشرف العروبة والإسلام ثم تكلم بعد ذلك الشيخ عبد العزيز الهاشمي ودعا إلى التمسك بالكتاب والسنة وكان مما قاله لا طرقية في الإسلام ثم بعد ذلك رتب زيارة إلى مدينة الوادي قام بها الشيخ الفوضل والثلاني سنة 38 و900 ألف للميلاد الذي كان يوافق سنة 60 و50 و300 ألف للهزرة هذه الزيارة التي أثارت مخاوف الإدارة الفرنسية مما جعلت الحاكم الفرنسي يضمر الشر للشيخ عبد العزيز الشريف رحمه الله وكان الشيخ رحمه الله قد اهتم اهتماما بارغا بشأن التعليم فعمل على إصلاح التعليم في الزوايا وعمل كذلك على إنشاء المدارس وخصص أقساما خاصة في الزاوية القادرية في البياضة بمدينة الوادي لتكون على منهج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على وفق المنهج الدراسي الذي كان في مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قامت السلطات الفرنسية بالتضييق عليه فطلبت منه أن يأتي برخصة فقال لهم الزوايا كانت تدرس دائما بدون رخصة وواصل مسيرته الدعوية ثم بعد ذلك علم بزيارة المسؤول العام للشؤون الأهلية في الجنوب الجزائري يقال له مليوت علم بأنه سيزور مدينة الوادي فأراد أن يقيم مظاهرات من أجل المطالبة بحقوق الجزائريين فقامت هناك مظاهرات حاشدة فيها أكثر من ألف تجمعوا يطالبون بالحقوق ثم بعد ذلك اضطر الحاكم الفرنسي لاستقباله فتحدث مع المدير العام للشؤون الأهلية في الجنوب الجزائري وذكر مطالب السكان فتحدث عن مسألة غلق مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بدون مبرر وتحدث كذلك عن التعسف والتضييق الذي تقوم بها الإدارة الفرنسية وكذلك القياد ودعا إلى رفعه وكذلك طالب ببعض المساعدات فطالب بعشرة قناطير تسلم في مدينة الوادي وحينما خرج ميليوت هذا عائدا من حيث أتى قامت مظاهرة حاشدة كذلك أمام مقر الحاكم العام الفرنسي في مدينة الوادي ثم بعد ذلك قامت السلطات الفرنسية بسجن 32 شخصا بعدما قاموا ببعض أعمال الشغب في مواجهة السلطات الفرنسية وتطول الأمر بعد ذلك فكانت هناك مواجهات دامية فاضطر الشيخ عبد العزيز الشريف لمواصلة المفاوضات ولكن السلطات الفرنسية قامت بقمع هذه المظاهرات وقمع هذه الثورة وسجن عدد من علماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منهم الشيخ عبد العزيز الشريف وكذلك الشيخ عبد القادر لياجوري والشيخ علي بن سعد صاحب جريدة الليالي التي كانت تصدر في الثلاثينيات فسجنوا في سجن الكودية مدة أربع سنوات ثم بعد ذلك فرضت عليهم الإقامة الجبرية فانتقل إلى سكيكدا ثم بعد ذلك إلى أزفون ثم إلى العاصمة ثم بعد ذلك نفي إلى شرشال وكان دائما حينما ينفى إلى مدينة معينة يقيم مدرسة أو مسجدا فحينما أراد أن يقيم ثورة في العاصمة نفي إلى مدينة شرشال فأسس مدرسة رشيدية وهي مدرسة حرة تابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وحينما كان الشيخ رحمه الله منشغلا بالثورة التي قامت في مدينة الوادي في الثاني عشر من شهر أبريل من سنة ثمانية وثلاثين وتسعمائة وألف للميلاد كان قد أقيم مؤتمر الطرق الصوفية في العاصمة تحت رئاسة الشيخ مصطفى القاسمي الذي كان شيخا لزوية الهامل والشيخ رحمه الله لم يتيسأله أن يحضر فهو كان شيخا زاوية وكان عضوا في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لذلك أرسل أخاه الشيخ محمد الصالح الشريف الذي ألقى خطابا نشر في جريدة البصائر أنكر الانحرافات التي كانت عليها الطرق الصوفية ودعا إلى التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله وسلم وكان مما قاله لا طريقة إلا طريقة السنة الشيخ رحمه الله حاول أن يزور مدينة الوادي ولكن دون جدوى وكان ذلك سنة ستين وأربعين وتسعمائة وألف للميلاد الذي كان يوافق سنة خمس وستين وثلاثمائة وألف للهزرة كان قد زار مدينة بالسكرة ثم أراد أن يزور مدينة الوادي ولكنه منع ثم بعد ذلك نفي إلى تونس وحينما انتقل إلى تونس وجد الثورة قائمة فما استطاع أن يقوم بنشاط سياسي كالعادة وحينما اندلعت الثورة التحريرية في الجزائر سنة أربعين وخمسين وتسعمائة وألف للميلاد الذي كان يوافق سنة أربعين وسبعين وثلاثمائة وألف للهزرة كان من المؤيدين للثورة التحريرية توفي رحمه الله سنة خمسين وستين وتسعمائة وألف للميلاد الذي يوافق سنة أربعين وسبعين الذي يوافق سنة أربعين وثمانين وثلاثمائة وألف للهزرة وقد ترك تاريخا حافلا وذكرا حسنا عند العارفين فكان عالما مجدا قضى حياته معلما ومصلحا حتى توفاه الله تبارك وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم إنه سميع قريب مجيب وإلى حلقة أخرى مع عالم من علماء الجزاء المسيين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم نور سرى في أرضنا قدين يهدي لكل العالمين سبيلا لينير في الظلومات كل حقيق